شركة تمكين للتأمين الفلسطينية تحتفل بافتتاح فرعها في محافظة نابلس عدد من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية ومحافظ محافظة نابلس اللواء إبراهيم رمضان شاركوا في حفل الافتتاح اللواء رمضان أكد على أهمية الدور الذي تلعبه شركة تمكين للتأمين على الصعيد الاقتصادي ونرى الآن مجموعة أخرى وكوكبة أخرى من الاقتصاديين الفلسطينيين الذين يثبتون دوماً لنا ويثبتون جدارتهم في أنهم قادرين على تغيير الواقع الاقتصادي في فلسطين مثل أولئك الذين كنا في تكريمهم اليوم وفي افتتاح تمكين للتأمين لأننا بصدده رأينا أننا بخير وسنبقى بخير نابلس فيها الحمد لله فيها مؤسسات قوية فيها جامعة النجاح فيها البلدية فيها شركات كبرى لذلك فيها يعني خزون اقتصادي كامل قوة كاملة كبيرة ونزاي ما بقول دائماً نابلس لأنها اقتصادها منها وفيها زيها الزنبرك مرات تضغط تضغط بفكر أنه راحت القوة لكن مجرد ما رفعت لهذا تكون هناك القوة الكائمة تضعف شركة تمكين للتأمين التي أطلقت خدماتها في أكثر من 12 نقطة بيع واستحوذت على نسبة 2% من حجم القطاع التأميني في فلسطين ما زالت تتطلع نحو تحقيق قصص نجاح متتالية للتميز في السوق الفلسطيني قمنا باعتخاذ قرار بفتح هذا الفرع في نابلس لأننا ندرك تماماً الذراع الاقتصاد الهام الذي يمكن المواطن الفلسطيني على البقاء على هذه الأرض وما قدمتهم العلماء وشهداء وذلك هي تستحق أن تخدم حيث ما حلت وجئنا لهذا البلد الطيب لخدمته لأجل أن ندعم الاقتصاد الفلسطيني من جهة ونؤمن المخاطر الموجودة في هذه البلد بطريقة إسلامية صرفة بركابة شرعية وبطاقة فنية فلسطينية بيد فلسطينية فرع جديد يسعى لتشكيل نموذج هام للعمل الاستثماري والدفع بعجلة التنمية في فلسطين وتتطلع الشركة نحو تطبيق أفضل الممارسات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبما ينسجم مع أحكام الشريعة تحفر الشركة اليوم يأتي في إطار سياسة التوسع والانتشار الأفقي والعمودي الذي خطته الشركة لها كجزء من سياستها وفلسفتها بتقديم جميع خدماتها للمواطن الفلسطيني في كل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة لنا نابلس محافظة نابلس هي محافظة رئيسية ومحافظة كبيرة نكن لها كل الاحترام والتقدير فهي العاصمة الاقتصادي والعاصمة التجارية لفلسطين تخلل الافتتاح تكرم نخبة من الشخصيات التي ساهمت في عملية تأسيس الشركة ويبقى الهدف والرسالة الأسماء للشركة الوصول إلى محافظات الوطن كافة وتقديم أفضل الخدمات للزبائن